بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بالجميع هذه تتمة لسلسلة كان ملوكا التي نسلط الضوء فيها على تاريخ الأسر المالكة في العالم الإسلامي وما آل إليه أمر هذه الأسر بعد انقضاء ملكها سأكلمكم اليوم إن شاء الله تعالى عن أسرة رضا بهلوي التي حكمت إيران أو فارس كما كانت تسمى في ذلك الوقت بدءا من سنة 1921 وقضت على حكم الدولة القاجارية على يد رضا بهلوي رضا بهلوي لما تولى الحكم غير اسم فارس من فارس إلى إيران وإيران تعني بلد الآريين وهو عسكري وبدأت علاقته ونفوذه يقوى البترو كان قد اكتشف في فارس أو إيران في سنة 1907 وهو الذي يعد ورقة مهمة بيد إيران خافت بريطانيا والاتحاد السوفيتي من أن تستخدم ضدهم مع الألمان كانت بريطانيا والاتحاد السوفيتي يتوجسون خيفة من رضا بهلوي الذي مسك بزمام الأمور وبيده بترول كبير جدا قد يستخدم ضدهم في الحرب العالمية الثانية مع ألمانيا ولذلك سعوا إلى إزاحته واتهموه بأنه عنده ميول نازية بالإضافة إلى كثرة مطالباته بتغيير بنود الاتفاق حول البترول وتم تنصيب ابنه محمد رضا بهلوي مكانه ليبدأ ورقة جديدة وصفحة جديدة مع تاريخ الأسرة البهلوية في إيران في سنة 1949 عين رئيس الجبهة الوطنية في إيران محمد مصدق رئيسا للوزراء وكان قد خرج من رحم الشعب ولذلك عنده تأييد شعبي كبير جدا وكان من جملة القرارات المصيرية التي اتخذ محمد مصدق تأميم البترول يعني أن يكون البترول بيد الإيرانيين وأن يضعف نفوذ أمريكا وبريطانيا وروسيا على إيران ولا شك أن هذا الأمر أزعج أمريكا وبريطانيا كثيرا جدا واستطاعوا أن يدبروا ضده محاولة للإطاحة به سموها بعملية أجاكس والتي فعلا أطاحت به في سنة 1953 ثم حكم محاكمة صورية حكم بالإعدام ثم خفف عنه الحكم وظل رحن الإقامة الجبرية إلى سنة 1967 لكن منهم طلقت شرارة ثورة شعبية ضد محمد رضا بهلوي كانت قرارات محمد رضا بهلوي السياسية والاجتماعية والاقتصادية تثير حفيظة الحوزة الدينية في إيران فمنها ما يتعلق بعزل محمد مصدق ثم ما يسمى بالثورة البيضاء في سنة 1963 في عملية استصلاح الأراضي الزراعية ومنها إعطاء المرأة حقوق السياسية من الترشيح والانتخاب والمشاركة عموما ومن ذلك أيضا أنه حاول أن يبسط نفوذه وأن يضع يده على أموال الأوقاف نحن نعرف أن الشريعة الإسلامية أتاحت لعامة الشعب لنظار الوقف أن يديروا الأوقاف ولذلك كانت الحوزة الدينية تدير الكثير من الأموال سواء أموال الأوقاف أو الزكوات أو الصدقات أو غيرها محمد رضا بهلوي أراد أن يبسط نفوذه على هذه الأموال وهو ما يعني تقوية نفوذه السياسية وإضعاف نفوذ الحوزة الدينية في إيران استفاد محمد رضا بهلوي من دعم أمريكا وبريطانيا له في أن يقوي نفوذه في إيران بل في المنطقة حتى صار يرى نفسه شرطي المنطقة في إطلاق يده على كثير من القرارات السياسية داخل وخارج إيران وفي المقابل كانت الحوزة الدينية تسعى إلى إضعاف نفوذ محمد رضا بهلوي وكان يقود هذه الثورة الشعبية الدينية في إيران الخميني والذي نفاه محمد رضا بهلوي إلى خارج إيران وكل هذا محسوب على محمد رضا بهلوي في كبح جماحه وعزله عن السلطة في سنة 1971 احتفل شاه إيران محمد رضا بهلوي بمرور 2500 سنة على تاريخ فارس ولذلك قلب التاريخ في إيران من التاريخ الهجري إلى التاريخ الفارسي وهذا أيضا أثار حفيظة الحوزة الدينية وعلماء الدين في إيران ومنه بدأت تنطلق شرارة الانقلاب ضد محمد رضا بهلوي في إيران تسارعت أحداث الثورة الإسلامية في إيران فأخرج مباشرة محمد رضا بهلوي أولاده الصغار إلى أمريكا ثم انتقل في سنة 1979 هو وزوجته لا يدرون أين يذهبون بدأوا بمصر في أيام السادات فرحب بهم السادات لكن طمع محمد رضا بهلوي في مكان أكثر أمنا فذهب إلى المغرب لكن المغرب لم يستقبلوه سوى شعرين وأمروه بالمغادرة ذهب إلى المكسيك لكن المكسيك أجبروه على الغروج أين يذهب؟ يذهب إلى حليفه القوي أمريكا في عهد كارتر لكن كارتر لم يستطع حمايته كان محمد رضا بهلوي يعاني من مرض سرطان الدم ماذا يصنع؟ أدخلته أمريكا في إحدى المستشفيات للعلاج فقط آووه من أجل العلاج فقط ولم يستطيعوا حمايته فرجع إلى مصر وأقام فيها حتى توفي فيها في سنة 1981 وترك أولاده مشردين عاشت أسرة شاه إيران محمد رضا بهلوي مشتتة ما بين أمريكا وأوروبا فليلا البنت الصغرى لشاه إيران محمد رضا بهلوي عملت عارضة أزياء وفي سنة 2001 من الميلاد وجدوها منتحرة بسبب تعاطيها الحبوب المخدرة وعمرها 31 عاما أخوها الأكبر منها علي الذي كان يعاني من اكتئاب حاد وجدوه أيضا منتحرا وعمره 44 عاما أختها فرحة التي وجدت مشكلة أيضا بسبب حملها اسم بهلوي فلم تجد وظيفة لها الوحيد الذي عاش نوعا ما أفضل من أشقائه هو شقيقهم الأكبر رضا الذي تزوج من امرأة ذات أصول إيرانية وفتح له جمعية خيرية تحمل اسرته تحمل اسم أسرته وبدأ يعمل في مجال إغاثة الإيرانيين الموجودين في أوروبا وغيرها شاه ناز الأخت غير الشقيقة لأبناء شاه إيران محمد رضا بهلوي ووالدتها الأميرة فوزية أخت الملك فاروق والتي عاشت في كنف أمها بعد طلاق أبيها محمد رضا بهلوي لأمها عاشت اليوم ما بين بريطانيا وفرنسا وأما أسرة محمد رضا بهلوي فالأميرة أو الإمبراطورة فرح ديبة تعيش مع ابنتها وبنيها متنقلين ما بين أمريكا وبريطانيا عمرها ما يقرب من 72 و70 سنة تأتي سنويا لزيارة قبر زوجها شاه إيران محمد رضا بهلوي والمدفون في القاهرة هذا باختصار نهاية الأسرة البهلوية التي حكمت إيران لكنه لم يبقى من ذكرها السياسي شيء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة